لو انت من الناس اللي بتعمل عروض باوربوينت او بتعدل على ملفات بدي اف كانت الطريقة التقليدية انك بتشتغل على اكتر من برنامج علشان تطلع نتيجة وكان الموضوع مرهق وبياخد وقت طويل قوي لكن مع دخول الذكاء الاصطناعي المطورين بدأوا انهم يعملوا ادوات ذكاء اصطناعي تساعد المستخدمين في انجاز مهام شغلهم بشكل اسرع وده عن طريق انه هو بيقدم لك اكتر من خدمة في موقع واحد فبالتالي بيسهل عليك الامور جدا ده انت وصلت المرحلة انك دلوقتي منتج مطار ان انت تكتب اي حاجة حتى بايدك وتقدر تخلي الذكاء الاصطناعي هو اللي يكتب مكانه ومن ضمن الادوات دي موقع بسيط وسهل اسمه وورك بي بي تي جربت الموقع ولاقيت ان هو بيعمل اكتر من خدمة تقدر تستخدمها في انجاز شغلك او تستخدمها في عمل خدمات للغير وطبعا تقدر تكسب من وغا فلوس زي الناس اللي بتعمل خدمات كتابة عروض باورباينت على مواقع زي خمسات وطبعا ده بيكون بفلوس فانا هشارك معكم تجربتي مع الموقع ده ولو عجبكو تقدروا تشتركوا فيه فلو مهتم دوس لايك ويلا بينا عجب دي الوجه الرشال لموقع بي بي تي واجهة بسيطة جدا بيوضح لك فيها كل الامكانيات المتاحة في الموقع اللي تقدر تستخدمها الموقع بيقدم لك بعض المزايا السهلة اللي تستاعدك في شغلك ومجمعها لك فيه اه واجهة بسيطة تقدر طبعا ان انت تختار كمان اللغة المناسبة ليك مثلا لو انت محتاج اللغة العربية تختار اللغة العربية الموضوع ببساطة انك بتسجل حساب في الموقع عن طريق الضغط على اشتراك وطبعا هنا الموقع بيبقى ليه اسعار لو انت حابب تشترك فيها والاسعار هنا هعرضها لك في اخر الفيديو مجرد بمساج الحساب يعرض معاك هنا الوجهة الرئيسية بالشكل ده بيبدأ ان هو يعرض لك الادوات اللي انت بتقدر تستخدمها فيه اداة حلوة قوي ساعدتني ان انا اعمل مقال في وقت ولال قوي مش محتاج بها ان انا اكتبه كده وهي شريحة الزكاية الاصطناعة ودي اللي هي بتعمل لك سلايدز او بس طبعا هنا الموضوع اسهل بكتير تخيل كده ان انا مسلا هاجه هنا اكتب اقول له اكتب لي مقال عن الاهرامات المصرية كملة بسيطة جدا طبعا انت في العادة عشان تعمل حاجة شبه دي هات محتاجة ان انت تدخل تعمل بحس وسيرش وحاجات دي كلها علشان خاطر تجمع البيانات بتاعتك وتكتبها وبعد كده تبدأ تكتبها بيدك وتحط تفاصيل وحاجات دي لا انا كتبت له الجملة الصغارة دي وضغطت على العلامة دي وبعد كده بيبدأ ان هو يعرض للعناوين الاساسية عجبتك تمان ما عجبتكش ممكن تقول له حاول مرة اخرى لسه بصراحة هو كتبها بشكل كويس وهتضغط بعد كده على انشاء العرض التقديم الخاص به بيبدأ هنا بقى يعرض لهنا كتير قوي مختلفة ومتنوعة نقدر نختار منها الشكل اللي احنا عايزينه هتلاقي حاجات كتير حلوة بصراحة تقدر تختار اكتر حاجة تناسب بشغل اللي انت بتعمله يعني لو عايز حاجة مسلا فيها الوان حاجة فيها حاجة للأكل حاجة للطبخ حاجة للشغل هتلاقي تفاصيل كتير اختار اكتر حاجة نسبك مسلا انا عجبتني دي هضغط عليها وبعد كده اضغط على علامة الزائد هيبدأ تلقائيا ان هو ينفز للمقال بتاعي وحاليا هو بيكتب لي كل حاجة انا مش محتاج اكتب اي حاجة طيب بعد ما بيخلص بقى ده كله بنعمل ايه بعد ما بيخلص انت كل ما عليك ان انت عندك هنا على اليمين شوية ادوات بتقدر انت تتعدل بقى على زي ما انت عايز زي مسلا لو انت عايز تضيف نص نقدر ننضيف نص عايز تضيف اي شكل مربع دايرة او كده تقدر تضيف ازاي هنا طبعا ها عمل بتاعتنا بالشكل ده وارتبها لك بشكل احترافي وزي الفل وكمان هنا طبعا لو انت بقى زي ما قدت لك عايز تعدل فانت تقدر تضيف نص بالشكل ده تكتب اي حاجة انت عايزها بس هنكتب كلمة مقال وتقدر بقى تتحكم في الخط يكون مائل يكون عالي يكون تخين يتغير الشكل نفسه كل ده تقدر تعمل وطبعا بسبساطة برضو لو انت عايز تحزف اي حاجة بتحزفها بالشكل ده وايضا طبعا لو احنا عايزين نعدل على الكلام ده نفسه بنعدل عليه هنا برضو عندك بالنسبة للاشكال فانت عندك اشكال كتير ممكن تستخدمها لو جيت مسلا انا حابب اعمل مستطيل فاجي بكل بساطة اضغط عليه وارسمه هنا بالشكل ده لو عايز اكتب في حاجة او حط حاجة مميزة بالاضافة هنا عندي هنا في خطوط مستطيلة واسهم وحاجات من دي برضو الحاجات دي ممكن نستخدمها بشكل كويس عندك كمان هنا في اللي هو الرسم البياني الممتاز ده اللي ممكن مسلا عايز تضيف انت رسم البياني وتتحكم في تفاصيله وتعمل له تحرير كمان وتحط نسب يعني ممكن انا نعدل نسبة لين نخلاها خمسة وعشرين فحاجة كده ممتاز هيضغط على موافق هيغير لك الشكل تماما فده هتبقى حاجة حلو برضو الجماعة بتقول الاقتصاد اللي بيعملو ايضا بالنسبة الموضوع فيه هنا ان انت تتحكم اكتر في مكان الخاص بالحاجة بتاعتك وهنا كمان عندك اضافة رسوم متحركة لو عايز تعمل حاجة اسمها اضافة رسوم متحركة زي مسلا هو يظهر بالشكل تدريجي مسلا من الاسفل بشكل ده يعني بتقدر تتحكم كمان في الحركة الخاصة بكل حاجة حتى كمان لو عايزين نتحكم بالكلام نفسه نقدر نعمل اضافة رسوم متحركة لزهور لكلام نفسه بالشكل ده حاجة ممتعة قوي وسهلة اسهل من بكتير جدا كمان تقدر تضيف فيديو عن طريق ان انت تضيف اللينك او تضيف الحاجة من عندك اصلا او صوت لو حابب تضيف صوت ايضا كمان تقدر تضيف هنا شعار عن طريق انت مسلا ممكن تضغط على تحميل شعار شركة وبتيجي تختار مسلا شعار شبه كده مسلا وبيضيفه لك يعني تطبيق على كل صفحة مسلا بيبدأ ان هو يطبقه لك ايضا كمان عندك اه هنا في حاجة مهمة وهي اه ادراك صورة مسلا هنجيب صورة برضو شبه دي نضغط على ومجرد ما تضغط على بيبدأ برضو ان هو ايه يحملها لك هنا بالشكل ده لسه كنت حابب تضيفها في اي مكان بالشكل ده اه كمان عندنا هنا بعد ما بنخلص نقدر ان احنا بنحتفظ بالشغل بتاعنا وكمان نقدر نعمل تحميل حفظه هيحتفظ به تحميل هتقدر ان انت تحمله او تصدره باكتر من حاجة تقدر تصدره كصورة تقدر تطلعه اصلا وتقدر تصدره بصيغة لو انت حابب تستخدمه على برامج اوفيس فهنا تضغط على اه تصدير تلقيان هيحمل معك بحيس لو حاببت تعدل عليه بعد كده حاجة وحافظ بحيس ان انت لو عايز ترجع تشتغل عليه تاني كمان هتلاقي عندك في الموقع ادوات هتساعدك في انشاء الشغل بتاعك والعروض التقديمية الخاصة بك زي وده عبارة عن تقدر تتشات مع الموقع تقدر تكتب اي حاجة انت عايزها تقدر تطلب منه ان هو يعمل لك ترجمة يكتب لك مقالات يعمل لك اي شيء هتستفيد منها في انشاء العروض التقديمية الخاصة بك بالاضافة عندنا اداة اسمها ودي تقدر من خلالها تعمل اكتر من حاجة اداة زي ودي تقدر تضيف ملف او اكتر من ملف ويقدر ان هو يجمعهم لك في ملف واحد بالاضافة هنا عندك حاجة تانية العكس انك مثلا لو عندك في حاجة اسمها لو عندك في صفحات كتير تقدر تضيف الملف الخاص بيك ومجرد ما بتضيفه بتختار الصفحة اللي انت عايز تعملها سواء صفحة او صفحتين ومجرد ما بتضغط على بيقدر يعمل لك ان هو يفصل لك الملف عن بعضه ويعمل لك النسخة اللي انت عايزها ونسخة لباقي الاجزاء اللي انت محتاجها ايضا عندنا هنا وده لو انت ضيفت صورة معينة وحاول عايز تحولها لملف مجرد ما تضيفها للموقع وتضغط على هيحطها لك في ملف مش هتحتاج بقى برامج تحطها فيها ويتحولها والكلام ده كله ايضا عندك هنا لو انت عندك مسلا علامة مائية حابب ان انت تضيفها عندك سواء النص او صورة برضو بنفس الطريقة بتضيف الفايل بتاعك وتكتب العلامة الكلمة بتاعتك وهو تلقائيا هيحول لك بتاعك كله او يكون موجود في بالاضافة هنا كمان عندنا حاجة اسمها بمعنى لو انت عندك ختمة او حاجة وعايز اضيفه برضو بنفس الطريقة بتحدد المكان اللي انت هضيفه فيه وبتضيف هنا الصورة بتاعتك والملف بتاعك وطلقها مجرد ما بتدوس على بيبدأ ان هو يحط لك الصورة بتاعتك. ايضا عندنا حاجة اسمها يعني العكس بقى اللي فوق يعني لو عندي ملف وفيه صورة قادر احول الصورة ديت او احول الصفحة كلها لصورة بحيس لو انا عايز اعدل عليها برضو دي خاصية كويسة جدا. نجي بعد كده على حاجة اسمها ودي مهمة جدا لو انت مسلا عندك ملف كبير تقدر تضيفه وتطلب من الموقع ان هو يعمل لك او تلخيص له. كمان تقدر تحمل سواء هنا مسلا لفايل او موقع عادي بيبدأ برضو ان هو يكتب لك اي تفاصيل ولخصها لك. او انك تضيف نص كامل وهو برضو هيعمل لك اه تلخيص له. مش كده بس ده انت هتعمل ان انت ممكن اصلا تعمل مع الموقع بحيس ان انت تقدر تفهم التفاصيل اللي انت ضفتها ديت فيها حاجة زيادة فيها حاجة اكتر عايز تتعدل عليه عايز تضيف شيء كل ده متاح هنا. عندك هنا حاجة كمان اسمها ودي طبعا بيزهر فيها الشغل اللي انت عملته او اللي هو الحاجات اللي انت عملتها العروض يعني. بالاضافة لو انت مسلا عايزت تحصل على عدد اكتر من الكريز تقدر استخدمها بشكل مجاني. تقدر تاخد هنا اللينك الخاص بالموقع وتبعث لصحابك بحيس ان اللي هيشترك في الموقع او هيدخل فيه. انت هتستفيد ان انت تقدر تستفيد تستخدمه بشكل مجاني. الجميل في الموقع كمان انك لما بتسجل حساب فيه بيديك هنا استخدام مجاني بحيس تقدر تستخدمه بشكل مجاني. وطبعا لو انت حابب ان انت تحصل على اعدد اكتر من الكريز اللي تساعدك في استخدامات اكتر. فانت في الحالة دي تقدر تسجل اشتراك في الموقع عن طريق البقات اللي موجودة فيه. وهنا لو ضغطنا على ضغطنا على هيحولك هنا على الصفحة دي اللي بيظهر فيها الاسعار. هنا طبعا بيتبدأ عندنا في الفري اللي احنا قلنا عليها دلوقتي. او لو انت عايز بقى عدد اكبر بتبدأ ان انت تشترك بتبدأ معاك من واحد من مية دولار لحاجة التقيق عشرين دولار تقدر تستخدم الموقع استخدام كوي جدا. وتعمل عدد كبير جدا من الاستخدامات. زي ما قلت تقدر تستفيد منها ان انت تنجز مهام شغلك او الربح منها عن طريق تقديم الخدمات. وبكده بقى انا وصلت معاك لنهاية فيديو النهاردة. هسيب لك رابط الموقع في وصف الفيديو. لو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتشترك في القناة لو انت مش مشترك. لو انت عجبك الفيديو دوس لايك وياريت تسيب لي رايك في تعليق. ولو انت مش مشترك في القناة يشترك دلوقتي فعلتي الجرس. علشان يوصلك الشعار بكل فيديوهاتنا في النهاية. السلام عليكم.